حبيبي سنوية عامة أدبي وسنوية أزهرية أهلا وسهلا بكم من شاشة الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بمسبيرو مستر عفيفي يحييكم النهاردة أعزائي بنتقابل مع بعضينا مرة تانية علشان نكمل مع بعضينا أنواع الحدود السياسية الحدود السياسية المحددة لكل مظاهر سياسة الدولة المحددة للمجال الجوي والمجال البري والمجال البحري وعلى أساسها بيتم قياس الاستقرار السياسي والابتصادي والعسكري داخل الدولة وتحقيق مفهوم الأمن العام للسكان وحماية الموارد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية البشر نفسهم اللي هم العنصر الأساسي وأغلى ما تملك أي دولة النهاردة عايزيها هنتكلم على نوع جديد من الحدود هنركب مع بعضنا كده ونستقل بركب كده ونتوغل داخل مية البحر ونشوف كل شوية هنقف ونعلم كده في مية البحر ونقول اسم المسطح المائي ده ايه وخصائص الدولة عليه ايه وايه نقاط القوة اللي بيديها للدولة وايه هي نقاط الضعف اللي ممكن يضيفها للدولة وأنهي مسطح مائي من دولة اللي هناخده للدولة عليه سلطة كاملة او للدولة سلطة مشروطة او ليس للدولة اي سلطة عليها ومين من الحاجات دي ممكن دولة تانية تأسمنا فيه ممكن مين ما ينفعش اصلا دولة تانية تأسمنا فيه ده اللي هنشوفه مع بعضنا يا جماعة في حلقة النهاردة وهو الحدود السياسية البحرية يلا بينا نبدأ الرحلة ونشوف أنواع الحدود السياسية البحرية تقسيمات وأنواع الحدود السياسية بفكر الناس تاني قوعة تنسى قسمناها الحزمتين من الأنواع كبار جدا حدود سياسية طبيعية على أساس ظهرات طبيعية وحدود سياسية بشرية الحدود السياسية الطبيعية والحدود السياسية البشرية كل واحدة فيهم متقسمة إلى مجموعة أنواع عند الطبيعية إما مع جبل فسميها جبلية نهرية مع نهر بسميها نهرية مع بحيرة بسميها بحيرية بتاعت النهاردة بقى ماشي مع بحر بسميها بحرية لكن البشرية بتنقسم لمجموعتين اما هندسية او حضرية بيطلقوا عليها مصطلح تاني اس نغرافية لهندسية نوعين حقيقة اما هندسية على شكل اشكال هندسية او فلكية بينما الحضرية على اساس خصائص جوه البشر اهمها اللغة والدين يلا بينا نتعرب بقى هوا على حلقة النهاردة بالتفصيل وهو انواع الحدود السياسية قسم الحدود الطبيعية فرع الحدود البحرية يعني النهاردة جايين نتكلم على حدود الدولة لما بتكون بحرية مش حبيسة لما بتكون تمتلك سواحل على بحر او محيط او خليجة جماعة طيب الحدود البحرية بقى والله طبقا يعني للصورة اللي قدامنا ده الشكل التوضيحي دوت برضو لو معك تليفون كاميرا ممكن تاخد لقطة فاتك وممعكش ما تلاقش عندنا كل حاجة ممكن تلاقاها بعد كده حتى لو انت مش موجود معانا مسافر دلوقتي او ظرفه معين ادخل على قناة الادارة المركزية لبرامج التعليمية مسبينه هتلاقي قناة يوتيوب موجودة على يوتيوب عليها كل الحلقات بتاعتنا اي حلقة فاتتك وده هتحتاج على فكرة في فترة المراجعة واعتنسى فاركز عندك اختيارين تتابعنا لايف على الشاشة او تبقى بعد كده لاحقا على اليوتيوب بصوا كده للشكل اللي قدامني يا جماعة هتلاقي رسم توضيحي موضح درجات كده المياه البحرية اللي بتطل عليها الدولة يابس الدولة ممكن تلاقي اول سهم داخل على حاجة اسمها مياه داخلية هو بعدها شوية كده مياه اقليمية وبعد المياه الاقليمية مياه تكملية بعد المياه التكملية السهم الاورنج عندك وقع المياه المحيدة بعد كده الازرق غامق فود اسمه عاد البحار وعلى الجنب كده هتلاقي حاجة اسمها الرصيف الكاري يعني جزء كده مليابس مستخب تحت المياه ولما عمكو بيزيد بنسمين منحضر الكاري وحنشوف الحاجات دي كلها بالتفصيل يلا بنا نتعرف على تقسيمات وانواع واشكال وصور الحدود البحرية بين الدول انواع المناطق البحرية بين الدول من واقع الشكل اللي فات يا جماعة مياه داخلية مياه اقليمية هنشرح كل واحدة بالتفصيل ما تلاقش في عندي مياه محيدة وعندي اعلى البحار ما ننساش برضو عندنا صورة تانية اسمها الرصيف الكاري وده برضو الدول محل صراع ونزاع عليه خصوصا يعني بعد اكتشاف الصراوات على هذه الارصفة زي مثلا الغاز والبترول والمعادن تحت المياه وكده طيب يلا نبدأ نشغل المركب بتاعنا ونمشي بقى هوا اول حاجة حنلقاها يا جماعة صورة المياه الداخلية الحقيقة يعني ايه مياه داخلية المياه الداخلية ديت يعني جزء من المياه متوغلة داخل اليابسة هوا زي ما انت شايف قدامك على خريطة في الدلتا عندنا هوا البحيرات الشمالية شرق الدلتا بحيرة المنزلة في شمال الدلتا بحيرة البرولوس في غرب الدلتا عندك ادكو وعندك مريوت قمع بقى حد يقول لي حد يقسمنا في المياه دي يقسمنا ازاي دي جوة اليابس يا عم فبنسميها المياه الداخلية هي داخل اليابس اذا استحالة حد شاركنا فيها اذا لا تعد المياه الداخلية من المياه الاكليمية بل تعد جزءا من يابس وارض الدولة المياه الداخلية هي تلك المياه التي تضم كل اشكال المياه المتصل بالبحر ولكنها تقع فوق اليابس يا جماعة يعني في برزخ زغير كده بيصل او بغاز كده البرزخ ده ارضي البغاز هو البحري بقى في بغاز زغير كده بين برزخين من المياه كده من الارض كده بيصل بين البحر وبين الشكل الماء ده سواء بقى كانت بحيرات ساحلية سواء كانت مصبات انهار زي فرع ديميات رشيد كده او خلجان محدودة المساح اذا المياه الداخلية لا تعد أبدا من صور المياه الاكليمية بل تعد جزء من يابس وارض الدولة المياه الداخلية هي كل الصور والاشكال المائية المتصلة بالبحر ولكنها تقع اعلى اليابس مثل البحيرات الساحلية ومصبات الانهار والخلجان محدودة المساحة سواء استنتاجي صح ولا غلط بحيرة المنزلة والبرولوس الصورة او جزء من المياه الاكليمية للدولة المصرية على البحر غلط طبعا هي مش مياه الاكليمية ولكنها جزء من اليابس لانها مياه داخلية نتعمك شوية كده بالسفينة اهو يبقى سيبنا المركب وركبنا سفينة كبيرة شوية المياه الاكليمية دخلنا جوه البحر يا جماعة خلاص طب واحد بيقول لي طب لحد فين هنقف هنشوف دلوقتي المياه الاكليمية دي يا جماعة كلها ملك الدولة يعني السيادة بتاعت الدولة عليها السيادة مطلقة يعني ايوه من الاخر كده الدولة تعمل اللي هي عايزة في المياه دي يبقى كل مظاهر السيادة تمارسها الدولة على مياهها الاكليمية مثلها مثل اليابس تماما هي ذلك النطاق لو انا عايزة حط لها ديفينيشن او مصطلح اتعريفها هي ذلك النطاق من المياه البحرية الذي يحدد حفاته الخارجية اللي هي تجاه البحر يعني الحد السياسي البحري للدولة يبقى عندك مسطح مائي كده اوله لازق فينا من ناحية دي من عند الشط كده وانت قاعده هو على الشمسية والكرسي والماء عاملت تخبط في رجلك هو ده بدايتنا يا باشا هو خليك ماشي بقى لحد ما يخلص هذا النطاق حنشوف الوقتي النطاق بتاع دي المهم وقت ما يخلص اعرف كده ان ده الحد السياسي بتاعك بتاع الدولة نفسه انتهى جوه البحر بقى تمارس الدولة سيارتها الكاملة المطلقة على مياهها الاقليمية زي كده سيارتها المطلقة الكاملة على اليابس تمارس الدولة السيادة المطلقة عليه في الصيد والتجارة واستخراج السروات وهذا النطاق بيتفاوت الحقيقة من 300 ميال يعني في دول واخده 300 ميال في معظم الدول واخده 12 دول زي المغرب كده واخده 50 من الدول واخده 12 مصر والسعودية مثلا دي معلومات اسرائيل لو عايزها 300 بقى الصين واخده 200 اليو اس واخده 300 ربنا موسع عليها بقى محيط هادو اطلنت وكده يبقى هذا النطاق مش سابت لكنه يتفاوت من 300 ميال ل300 ميال بحري وفقا لظروف كل دولة في اتفاق بقى بين غالبية الدول على نطاق المياه الاقليمية يعني معظم الدول العالمية يا جماعة واخدين 12 ميال بحري جوه البحر ده كده الحد السياسي للمياه الاقليمية البحرية داخل البحر لأي دولة بحرية بتطل على سواحل خلي بالك بقى اي سفينة هتعدي في المياه الاقليمية دي تقف بقى ستوب معلش بقى معلش احنا بنتكلم يعني على السيادة المصرية سيارة دولة يا جماعة ما نفعش سفينة تعدي كده في مياه الاقليمية وانا اعمل نفسي مش شايفها او ابقى اصلا مش واخد بالي دي كارسة لابد ان تخضع جميع السفن الموجودة داخل المياه الاقليمية والتي تمر بها التشريعات والقوانين بتاعت الدولة يعني لو قابضنا على اي مجرم في مياهنا الاقليمية بيتاجر في المخدرات هنشوف عقوب الدقي وهنحسبه وانحكمه بقانوننا احنا يا جماعة مش بقانون دولته لان احنا القينا القبض عليه في مياهنا الاقليمية الحقيقة او بيهرب بقى اثار سلاح الى اخره يعني يبقى تخضع جميع السفن الموجودة او حتى بيهرب سلع عادية طبيعية لكن دي بتهرب من الجمارك أو مش عايز يدفع ضرايب ومرور وكده تخضع جميع السفن الموجودة داخل المياه الأقليمية اللي بتمر بها التشريعات وكوانين الدولة المياه التكملية بقى يا جماعة المياه التكملية دي اللي هي بسموها الملاصقة يعني اللي بعد المياه الأقليمية سميناها تكملية علشان نحية ممكن تكون هي بتكمل الأهمية الاقتصادية لمية الدولة الأقليمية سميناها ملاصقة عشان هي ملاصقة ومجاورة للمياه الأقليمية طيب سيادة الدولة عليها مطلقة كمالة لا مشروطة الحقيقة يعني ايه يعني حنشوف دلوقتي يعني ايه مشروطة يعني هي مساحة من المياه تبدأ بعد نهاية المياه الأقليمية للدولة الى مسافة لتزيد على 12 ميل آخر الله يعني انت ممكن كدولة بحرية زي مصر القانون بتحلها الدولي لقانون البحار العالمي اللي مصر طرف فيه ومضي عليه طبعا خدي 12 ميل يا مصر داخل البحر المتوسط تمام طيب لو ليكي كمان أهمية اقتصادية بعد الحد دوت او شفتي حقل غاز مثلا كمان او بير بترول او او خدي كمان 12 ميل لو عايزة تكملي اه طب محتاجة والمساحة تسمع اه طبع هاخد تمام يبقى هي مساحة من المياه تبدأ بعد نهاية المياه الأقليمية للدولة الى مسافة 12 ميل آخر تمارس الدولة في هذه المياه سلطات جمركية واجراءات خاصة بالركابة طبعا والاشراف بهدف تحقيق الأمن والسلامة عشان تحقق مصالحها الحيوية اه وهي جزء اه هنا بقى زي ما قلت لك خلي بالك او هي جزء من اعالي البحار يعني بعد شوية كده هناخد ديفنيشن اسمه المياه المحايدة يليها اعالي البحار برضو المياه المحايدة مع المياه التكملية همر اتنين جزء من اعالي البحار يبقى المياه التكملية ليست جزءا ليست جزءا من المياه التكملية من مياه الاقليمية للدولة ومال المياه التكملية دي جزء من اعالي البحار لكن سيادة الدولة عليها اه بس عشان كده سيادة الدولة عليها مش مطلقة بص مشروطة بالأمن وسلامة الدول المجورة لها يعني لو في دولة عايزة تاخد مياه تكملية خدي براحتك بس استغليها بطريقة ما تضريش بيها الدول الجران طيب المياه المحيدة الحقيقة قبل ما اتكلم على المياه المحيدة انا عايز بس اخدكوا كده في نقاط عشان نبقى مركزين مع بعضين يا جماعة باستمرار على ما هي المياه الاوكليمية للدول والمياه المحيدة المياه المحيدة دي يعني من اسمها واضح جدا ان هي مش تابعة لأي دولة بمعنى ايه؟ بمعنى ان المياه المحيدة دي ممكن تبقى مكملة ليا كمنفذ او طريق كده اعبر منه واطلع منه على العالم الخارجي لكن السلطة بتاعت الحقيقة عليه تكاد تكون معدومة يعني والحقيقة مش اي دولة هتفرض سلطتها على جزء من المياه المحيدة بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو دولة قوية وحطت علامة كده مائية في البحر من جوه هذه المنطقة خاصة بالجيش الامريكي لاجراء تجارب اسلاحة جديدة تجارب نووية مناورات عسكرية لف ورجع تاني احسن لك يعني عشان الخطر يعني فانا الحقيقة بقول دي امريكا يا جماعة او روسيا المانيا اليابان الصين بتعمل تجارب هنا بمنطقة تجارب عسكرية فانا بخاف على طول بتجنبها لكن ممكن اخترقها لو كانت الدولة الحقيقة مش قوية اوي لو كانت الدولة ما هياش دولة جبارة في القوى العسكرية البحرية وكده فممكن عدي من غير ما ياخدوا بالهم اهم حطين علامة وخلاص لا اعتراف الدول بسيطرة الدولة منهم ما على جزء من المياه المحيدة بيعود لكوة هذه الدولة يبقى لو فاكر بدأنا بالمياه الداخلية وانا هي جزء من اليابس عشان كده هي داخل ارضنا فهي مش مطروحة اصلا للنقاش ولا مطروحة اصلا للفكرة من حد يشاركني فيها دي بحيرة داخل اليابس خليج كده داخل اليابس مصب نهر داخل اليابس الشروم والحاجات دي والخلجان الداخلية دي يا جماعة اسمها مياه داخلية بعيدة كل البعد عن المشاركة والمناصفة مع دول الجيران في البحر نبدأ بقى خط الساحل البحر هنا نبدأ بقى دي اسمها مياه اكلمية في الغالي بقلنا 12 ميل لكن من حقي القانون بتحل الدولة اخد كمان 12 ميل اكمل بهم مصالحي فبسميها مياه تكملية او مياه ملاصقة بعدها بعد التكملية بقى المياه المحيدة بقى ايه بقى سمات وخصائص المياه المحيدة واعالي البحار ده اللي هنعرفه مع بعضينا ونبقى نشوف بعدها بقى ايه الرصيف الكاري اللي قلنا عنيه في اول الحلقة دي يلا بينا نشغل المركب بتاعنا تاني ونتوغل داخل البحر ونشوف بقى يعني ايه المياه المحيدة يلا بينا المياه المحيدة يا جماعة هي مساحة من المياه بتبدأ بعد نهاية المياه التكملية داخل البحر اه يعني انت اصدك المياه المحيدة ديت لا تقع بين المياه الاقليمية والمياه التكملية سابقا خطأ خطأ طبعا المياه المحيدة هي بتقع بعد نهاية المياه التكملية اه يبقى لو قال لي كده يلاسك يلاسك المياه الاقليمية اختار اه يلاسك المياه الاقليمية اه التكملية ولا المحيدة ولا الداخلية ولا على البحر لا بيلاصك المياه الاقليمية التكملية لكن بيلاصك التكملية بعدها بقى اه يعني المياه المحيدة بقى دي مساحة من المياه تبدأ بعد نهاية المياه التكملية داخل البحر تدعي بعض الدول السيادة عليها الاعتراف بالدولة اللي بتدعي ذلك بيعتمد على قوة تلك الدولة وهيبتها الدولية زي ما قلتلك والحقيقة هنا بتستطيع الدولة بقى اللي بتتمكن من فرض سيطرتها وهيمنتها على جزء من المياه اللي في أعلى البحار دي في المحايدة دي يعني هي تمنع الدول الأخرى من ممارسة العمليات العسكرية الأجنبية عليها ومحدش يجرب فيها قنابل وأسلحة وتجارب إلا أنا بس يبقى الدولة القوية تستطيع هذه الدولة صاحبة المياه المحايدة أن تمنع أي عمليات عسكرية أجنبية عليها وهي فقط اللي تستغلها في الإطار ده وقد حددت بعض الدولة القوية نفسها مناطق في وسط المحيط طبعا لتجري فيها تجاربها النووية والصاروخية المختلفة لكن ده عايز ستب معين وعايز حملت بقى طائرات وعايز غوصات من نوع معين وعايز وعايز الحقيقة لا تمتلكها سوى الدول الكبرى عشان كده هما الحقيقة يعني واخدين روحيتهم قوي قوي في المياه المحايدة في التجارب العسكرية ندخل بقى جوه الحقيقة ليه علي البحار بقى اللي هي المياه الدولية بقى الحقيقة دي مشاعو ملك لجميع الدول بقى يعني حتى لو دولة حبيسة يا جماعة وعندها سفينة ممكن تتأجر مينة يعني تعمل فيه باركنج يعني وكده لكن ممكن تشغل السفينة في أي يوم وتطلع من المياه الإقليمية للدولة الجيران دي وتتوغل بقى بعد تعد كمين التكملية والمحايدة وتخش بقى على أعالي البحار ومن حقا تصطاد وتعمل كل حاجة يعني كلمة أعالي البحار دي يعني مشاع وملك لجميع الدول يا جماعة هي مناطق بحرية مفتوحة للجميع بدون قيود هي تلك المياه الموجودة في البحار والمحيطات بعد نهاية مدى المياه التكملية والمحايدة خلاص عدتهم بقى أعالي البحار خلاص لا تتدعي أي دولة ملكية عليها أي أنها ملك ومشاع لجميع البشرية تعتبر المياه التكملية والمحايدة من أعالي البحارة ولكن قيارة حرية الملاحة فيهم حسب مصالح الدول وعملياتها العسكرية التدريبية بينما المياه الدولة يبقى كده صور المياه الإقليمية كان قبلها المياه الداخلية بعد الإقليمية التكملية بعد التكملية المحايدة